بتحصل ازاي؟ حملات الكشف على التعاطي بتحصل بشكل دوري ولا مفاجئ؟ ليه التنفيذ؟ لازم الحملات تكون بشكل مفاجئ عشان ما يكونش فيه استعداد مسبق لها او الموظف ما يتغيبش عن العمل او يتهرب منه في اليوم ده او ما ايه لذلك فالحملات حضرائك احنا بنبلغ حتى اللي في الحملة يوم الحملة هم متوجهين رايحين على فين والحملة دي احنا مش لوحدنا احنا صندوق مكافحة حتى الموظف اللي رايح يعمل لا ما يعرفش المكان او يتبلغ الصبح الحملة دي احنا مش لوحدنا فيها احنا معانا الامانة العامة للصحة النفسية ممثلة للوزارة الصحة ومعانا مصلحة الطب الشرعي ممثلة وزارة العدل احنا التلت جهات بنتحرك مع بعض كلجنة واحدة التلت جهات دولة بنبدأ نعمل اجراء تحليل على عينة الموظف يعني بيدروح الجهة الاول بنبدأ نشوف المين المتوجدين من خلال الحضور والانصراف ونبدأ نحل الناس دون تمييز ناخد عينة عشوائية دون تمييز حتى رجال ونساء يعني من غير تمييز حتى في الجنس دون تمييز الهدف منها فندم انا عندي معامل استهداف ان الفئات الحرفية والسقاقين وكده بنركز عليهم بس مش هما لوحدهم كل الموظفين على كل ادوارهم وانواعهم بنحللهم بس باختيار العينة بيبقى عشوائي مايبقاش حاجة معينة او اسمه معينة او حاجة لا الاختيار عشوائي عشان الجهة ما تتوقفش عن تقديم الخدمات في هذا اليوم لازم احنا بنحلل لمجموعة عشوائية مثلا لا تزيد عن 20% او 30% من الجهة عشان نقدر يكملوا تقديم الخدمة واحنا بنحلل التحليل بيكون عن طريق حاجة اسمها كشف استدلالي سريع كشف الاستدلالي ده شأن وشأن التحليل الفيروسي اللي كلنا عملنا في 100 مليون صح فبيتم اخذ العينة وعمل الكشف السريع ده قدام الموظف في حضوره حل وبنختره انه هو متعاطي لمادة المخدرة كده عشان ما يكونش فيه اي مجال ان يقول العينة مش بتاعتي انا ماخدتش المخدر ده او ده انا مش هانا اللي جايب العينة لا امامه وفي حضوره بيتم التحليل الاستدلالي